اشتركوا في القناة نحن هنا في إطار لجنة شؤون خارجية للبرلمان التركي بلغنا وقدمنا تحيات رئيس الجمهورية لأخيه السيد الرئيس عبد المجيد تبون وكذلك تطرقنا للقضايا ذات الاهتمام المشترك كان هناك اتفاقيات في إطار الزيارات الرئاسية المتبادلة ولتجسيد هذه الاتفاقيات وصلنا الآن إلى مرحلة اشتراك رجال الاعمال والمجتمع المدني من الطرفين في شق الاقتصادي المصار قوي ويؤكده حجم الاستثمارات المقدر بستة مليارات دولار وكذلك رقم يقدر بستة مليارات دولار أخرى لمجال المبادلات التجارية وسنعمل على بلوغ عشرة مليارات دولار في المستقبل في كافة المجالات شاركة تشهد تعزيزا في كافة المجالات وحول غزة قضيتنا المشتركة تحدثنا حول الطرق والوسائل الكفيلة بالتوصل لوقف إطلاق النار بلغت رسائل رئيس جمهوريتنا لسيد الرئيس وتلقيت منه رسائل لتبليغها لرئيسنا حول هذا الموضوع ندعم جهود الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ونحن نؤكد على العمل المشترك لحل هذه القضية هدفنا مشترك بوضع حد للمجازر والتوصل لوقف فوري دائم لإطلاق النار وتوصل تدفق المساعدات الإنسانية هو التطبيق الفوري لقرارات المحكمة الدولية للعدل وإدانة المتهمين بجرائم حرب خاصة نتنياهو وكذلك التوصل إلى حل نهائي حل سلمي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس التطبيق اشتركوا في القناة